أهلا بكم فضيحة لا تغطيها فضيحة نزلت في الإعلام كالنار في الهشيم وهي ليست سرقة أموال العراقيين كمحاولة بوابة عشتار ذات الترليون دينار ولا كحجم سرقة أموال القرن ذات الثلاثة ترليونات وثمانمائة مليار دينار كلا إنها سرقة أرواح العراقيين باعتقالات تعصفية وممارسات غير أخلاقية أبطالها الكاظمي وفريقه من مثيل أحمد أبو رغيف بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست الكاظمي المدعوم أمريكيا مارس وفريقه التعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال أعمال أيضا وفقا لتحقيق استمر تسعة أشهر أجرته الواشنطن بوست يقول التقرير إن ما حدث للمعتقلين كان يشبه الأساليب القديمة لمؤسسة أمنية تعهد الكاظمي بمعالجة انتهاكاتها أكثر من عشرين مقابلة أجرتها واشنطن بوست بما في ذلك خمسة معتقلين من قبل أبو رغيف وقعوا على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد الكهرباء والخنق بأكياس بلاستيكية وتعليق بالسقف من اليد والتجريد من البلابس كلها أساليب استخدمها أبو رغيف واللجنته وهذه الأساليب تعود إلى حقبة ماضية لطالما جثمت على الصدر العراقيين وتخلصوا منها يقول التقرير إن من تم اعتقالهم من قبل أبو رغيف هم أهداف سهلة بلا حلفاء قوية للدفاع عنهم وسرية اللجنة وغموض الإجراءات القانونية تجعل من المستحيل معرفة عدد الاعتقالات التي كانت مشروعا أما ما يثبت ذلك هي شهادة شاهد من أهلها وفضيحة في القصر وانكشف الملك إذ يكشف مسؤول في حكومة الكاظم أن هناك عنصر ابتزاز كان سياسيا يلعب دورا خفيا في ذلك زنازين صغيرة داخل منشأة في مطار بغداد يديرها جهاز مكافحة الإرهاب مكان استخدمه الكاظمي لاستجواب المعتقلين رغم ربض قادة من الجهاز لكن مكتب الكاظمي أكثر تسلطا عليهم القوات الأمريكية كانت على علم بما كان يحدث هناك من انتهاكات بحسب تقرير الصحيفة لكن قائدا بقوات التحالف قال إنه ليس لديه معلومات ليقدمها انتهاكات أخرى حدثت في سجن تحت الأرض وهذا السجن في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تطلب لجنة أبو رغيف مبالغ مالية بملايين الدولارات من المعتقلين وفي حال الرفض أو عدم استطاعة الدفع يبدأ الصعق الكهربائي في منطقة جعلها الله للتكاثر نهيك عن الضرب بأعمدة معدنية والتعليق على الحائط أيضا لم يتوصل التقرير إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي استولت عليها لجنة أبو رغيف لكن كل محتجز سابق أو أحد أفراد أسرته يقولون إن المعتقلين أخبروا في وقت مبكر من التحقيق أن دفع أموال أو التوقيع على الأصول التي يبلغ مجموعها ملايين الدولارات سيؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحهم السؤال هنا هل سيحاسب الكاظم وأبو رغيف وفريقهما الدموي في حال أثبتت التحقيقات بالتعاون مع الأمم المتحدة هذه الانتهاكات الضاربة لحقوق الإنسان وكرامته أيضا الأيام دائما ما تكون حبلة بالمفاجآت وكل متوقعات هل سيمثلون أمام القضاء العراقي لينالوا جزاؤهم العادل أم سيخرجون من القضية كما خرج الذين من قبلهم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر